أعود معكم إلى مسألة إخفاق مجلس الشيوخ الأمريكي في تجاوز نقد ترامب لقرار منعه من شن حرب أو أي ضربة عسكرية على إيران ينبوا لنا من واشنطن الدكتور حسن هشميان المحلل السياسي أهلا بك دكتور على شاشتنا أولا بعد فشل الشيوخ الأمريكي هل هناك أي فرصة لكبح جماح دونالد ترامب لرغباته في شن أي ضربة عسكرية حتى لو كانت محدودة على إيران يعني موضوع الحرب وإعلام الحرب هو ذاتا يرجع إلى الكونغرس ولكن تفسير السيد ترامب يقول بأن هذه تكون أهانة إلى خيارات الرئيس ولا يقبل به ومن حقه أن يقوم بالفيتو على هذا الغرار الذي جاء من الكونغرس أنا أعتقد أن في الفترة القادمة هناك سنشهد تحركات ربما تصل إلى المواجهة مع النظام الإيراني لأن النظام الإيراني هو بالأساس الذي يستفز الولايات المتحدة في المنطقة وأيضا سيتحرك للمواجهة وشيء من الحرب مع الولايات المتحدة لكن يا دكتور حسن هل ترامب الرئيس الأمريكي هل هو جاد في مسألة الحرب على إيران وتوجيه ضربة عسكرية وهل هي ستكون ضربة محدودة أم حرب شاملة واسعة النطاق أنا أعتقد الرئيس هو جاد في احتوى مخاطر التي تأتي من إيران مثلا أنا أعطيكم مثال واضح وأنتم تعرفون هذا المثال لا يوجد هناك شخص أمريكي لا بالبنتاجون ولا في الكونغرس ولا في أي مؤسسة أمريكية كان يتوقع أن ترامب يضرب قاسم سليماني ولكن ترامب فعل وغير المعادلة حتى الإيرانيين لم يتوقعون أن هناك ضربة توجه إلى قاسم سليماني لكن استهداف الأشخاص مسألة يا دكتور والحرب لها كلفة وهذه نقرة أخرى تماما أليس كذلك يا سيدي قاسم سليماني هو ليس شخص قاسم سليماني هي السياسة الإيرانية الممتدة في منطقات الشرق الأوسط السياسة التي كانت تستفز الولايات المتحدة وترسل الميليشيات لضرب الدول العربية والشعوب العربية لذلك ترامب قام بهذا الإجراء هذه الكلمات دكتور حسن تقال في مسألة أن زاوية المعنوية لضرب قاسم سليماني واستهدافي لكن يبقى هو الشخص في نهاية المطاف ضرب السياسة أي نعم ضرب الهدف الاستراتيجي ربما ولكن الحرب كلفتها الحرب العسكرية لها جنود ولها جنود أمريكان ربما ينخرطون في هذه المسألة الحربية وهذه كلفة كبيرة على أي رئيس أمريكي أليس كذلك؟ بالتحديد الرئيس ترامب ليس مستعد لدخول الحرب مع إيران ولكن إذا إيران قامت باستفزازات للغوات الأمريكية أو ضرب المصالح الأمريكية أو ضرب الجنود الأمريكان بالتأكيد ترامب سيرد عليهم بقوة هذا الغرار الذي كان جاء من الكونغرس وأيضا من مجلس الشيوخ كان يغيد أي تحرك مستقبلي للرئيس تجاه الاستفزازات الإيرانية لذلك كان من حقه أن يعمل الفيتو والآن الباب بقى مفتوحا أمام إيران وأمام تحدياتها وأمام استفزازاتها ترامب لا يسمح بهذه الاستفزازات ضد مصالح أمريكا وضد القوات الأمريكية شكرا جزيلا ضيفنا من واشنطن الدكتور حسن هشميان المحلل السياسي شكرا جزيلا دكتور حسن شكرا جزيلا دكتور حسن ترجمة نانسي قنقر